نروح بقى لمباراة الزمالك مبرح والبنك الأهلي اللي كانت مباراة غريبة شوية في أحداثها فريق البنك الأهلي فريق قوي عنده سكواد مميز لعيبة لما تشوف تشكيل فريق البنك الأهلي تشكيل قوي جدا جدا وعند عمل صفقات مميزة السنة دي وهو كان عنده كمان لعيبة من السنة فاتت فرقة محترمة فريق البنك الأهلي كان عنده بعض الغيابات طبعا دونجا ومصطفى شلبي لسه ما شاركوش كان قاعدوا فترة في الإمارات فما كانوش بيتمرنوا فما شاركوش مباراة في المباراة ومستر جوميز مباراة يعني حاب يجرب بعض اللاعبين يعني شوفنا مباراة بدأ بعمر فرج في خط هجوم نادي الزمالك وبصراحة حتى الآن حتى الآن من الصفقات الجديدة لنادي الزمالك مفيش غير بنتيك محمود بنتيك هو الأفضل حتى الآن في الصفقات الجديدة لنادي الزمالك بتاعة الصفقات الجديدة لسه كونرد مش لاك مش قادر اقتنع بمستوى حتى الآن بحس كده ان هو لعيب عنده إمكانيات بس مش بيعرف يستخدمها في الملع يعني عنده سرعات تصرفاته فكرة مش كويسة مش لاك كونرد مش لاك ما بيعرفش يتصرف الكرة داخل ملعب يعني عنده سرعة وعنده مهارة بس قراراته مش مظبوطة عمر فرج مبارح وانا بتفرج ممكن هو مش خطر على المرمى ما عملش خطورة لصالح نادي الزمالك على المرمى لكن بيجري كتير بيتحرك لكن ما عندوش الخطورة زي بتاعة سيفي الجزيري او بتاعة ناصر مانسي سيفي الجزيري وناصر مانسي دايما بتلاقيهم في السندوق جوه البوكس جوه منطقة الجزاء فيبيعرف ييب جون عمر بيتحرك كتير برة وبيخبط وبيجري فما حسناش بخطورة عمر فرج مبارح في مباراة الزمالك